أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شيريف الشربيني وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية خلال اللقاء شرح وزير الإسكان أليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية وأوضح الشربيني في هذا الصدد أليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري ويتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية مع عداء الصناعية والورش وذلك على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر للشركات المصرية